فالمسيح تعامل بهذه القصة بحكمة بالغة قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر وطبعا مرتين رب يسوع كتب على الأرض نتيجة الكتابة أنه خرج الجميع من الكبير للصغير من أكبر متدين إلى أصغر متدين عندما وقف رب المجد أمام هذه المرأة التي أمسكت بزنا سألها أم دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ طبعا المسيح عالج المشكلة بشكل حكيم جدا من ناحية من شوف نور يسوع المسيح أمام ظلام المتدينين قلوبهم كانت مظلمة عيونهم كانت مغلقة وكان عندهم مشكلة كبيرة العمل روحي والظلم والجهل بل سلطان الظلم اللي كان يسود عليهم وطبعا الرياء وعدم الإيمان بيسوع المسيح رأوا الآيات ولم يؤمنوا ليس طبعا بسبب غياب الأدلة فكل الأدلة موجودة عندهم شافوا المعجزات لكن رفضوا يسوع المسيح وعندما أحضروا هذه المرأة أين الرجل؟ بحسب شريعة اللويين المفروض أنه رجل والمرأة اتنين اللي أمسكوا في ذات الفعل اتنين المفروض أنه يرجموا لكن مشكلة المتدينين كما المشكلة في هذه الأيام أحب مجد الناس أكثر من مجد الله أحب الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فكان عندهم مشاكل كثيرة العدالة العرجاء أين العدل؟ يعني ما عملوش بالعدل ينصفوا مثلا أنه يمسكوا تنين ثم الرياء الرياء المربرقع الملون يعني كانت المشكلة عاوزين يصطادوا يسوع المسيح بأي كلمة أو بأي عمل حتى طبعا يفقد شعبيته أو يفقد أهميته اشتركوا في القناة